أشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 6 من 10% من إجمالي انبعاثات العالم فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للأثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات وأوضح مدولي أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية لمواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 6 من 10% من إجمالي انبعاثات العالم فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للأثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية وهو ما يؤدي إلى إضافة تحدي جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر ترجمة نانسي قنقر